عربيا نبدأ بمصر حيث أكدت الحكومة المصرية أمس السبت أن الموانئ المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان الأنباء عن اعتزام الدولة التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية وأوضح البيان أن مشروع القانون يستهدف تشجيع القطاع الخاص للاستثمارات في مجال النقل النهري دون البيع أو التنازل عن الملكية أي من موانئ النقل النهري وفي خلال توحيد جهة إصدار ترخيص مزولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وإدارة تشغيل الخطوط الملحية والموانئ اشتركوا في القناة